بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل المحاضرة السادسة من الدرس الثاني إلى علوانه Internal Uncompressible Viscous Flow من مقرر ميكانيكا المواقع اثنين نذكركم فقط بما أن المرة الماضية بدأنا كيفية حل مسألة يكون فيها الماء يسري أو يسير بين two fixed plates فشفنا في الخطوة الأولى ما هي القوانين راح نستعملها وقلنا أن راح نستعملوا Navier Stokes Equation القانون الstep number two هي استعمال أو إيش راح نستعمل كcoordinates أو كأحداثيات فقلنا بما أن نستغل على plates راح نستعمل كارتزيان كوردينيات أيضا أود تذكيركم بما أن شفنا Assumption 1 and Assumption 2 Assumption 1 إلي قلنا فيها إيش قلنا بما أن الماء Uncompressible Fluid وAssumption 2 شفنا فيها إن الماء إيش شباب نعم هي Newtonian Fluid يعني Piscosity ثابتة فرح نعرض الحين لمحاضرة هادي Assumption number 3 اللي هي نفترض إنه Steady Flow يعني إيش كلمة Steady يعني No Change in Time Assumption number 4 Infinite Canal يعني Canal أو Plates لا متناهية وهذا يعني لي Nothing Happens in Z Direction يعني لا شيء يحدث في Z Direction Assumption number 5 قاله إفتراض رقم 5 عندي Fully Developed Flow and therefore No Change in the Flow Direction that is X Direction يعني عندي إيش يعني إنه عندي السرايان Developed متطور وصل إلى حد الاستقرار فهذا يعني إنه X Direction ما عندها تأثير فباستعمال The Three Assumption رح نتحصل على إنه U Function of Y V Function of Y also and W تساوي 0 طيب كيف جاءت المعادلات هذه المثلاثة رح نشوف وصلنا في الحصة الماضية إنه U Depends of Time X, Y and Z أيضا V Depends Time X, Y and Z أيضا W Depends Time X, Y and Z هذا ما ذكرنا في الحصة الماضية طيب قلنا لإفتراض الأول لهو إيش إفتراض الأول لهو Steady Flow يعني إيش No Change in Time يعني إيش No Change in Time يعني لا يتأثر بالزمن فهذا يعني إنه Time, Time, Time بالنسبة لـ V and W يلغى تماما طيب Assumption No 4 اللي تقول لي إيش تقول لي إنه Infinite Canal يعني الPlates لا متناهية فهذا Nothing Happens in Z Direction يعني لا شيء يحدث في Z Direction فهذا يعني لإنه Z أصبحت بدون تأثير وأيضا شيء آخر شباب هنا قبل ما أنساه إنه W أيضا تساوي 0 طيب ليش تساوي 0 لأنه قلنا Nothing Happens in Z Direction يعني لو ما شيء Z ما في شيء فهذا يعني لإنه السرعة على Z Direction تساوي 0 وهذا شفناه هنا طيب بما أن W تساوي 0 فكأنه الترم هذا راح بكله طيب الشيء الثالث عندي Full Developed Flow يعني عند الماء يسير في الاتجاه هذا اللي هو الاتجاه X فلو كان شكله كده رح يكون شكله كده في ال X فهذا يعني إيش ما يتغير في ال X يعني ال X ما عندها تأثير فلهذا السبب رح نفسخ بين هنا X وهنا X مثلات معادلات هذو رح نتحصل على إيش نتحصل على أن U Depends of Y V Depends of Y and W زي ما قلنا تساوي 0 وهذا ما هو مكتوب هنا V and U ما بعرف إذا كانت واضحة هنا أو إن شاء الله يمكن في التمارين أو خلال الحصص رح تكون أوضح إن شاء الله طيب بما أن وصلنا أن U هنا Depends of Y V Depends of Y and W is equal 0 ف continuity equation W تساوي 0 تعني لي أن المعادلة هذه تساوي إيش 0 طيب U Depends of Y فهذا يعني لي Derivation of U على X كم تساوي طبيعي تساوي 0 لأن قلنا U Depends only of Y لتعمل Derivation حق تعال X تساوي 0 فتقعد للمعادلة الأخيرة dv على dy تساوي 0 صح شباب dv على dy تساوي 0 يعني لي إيش رح نختار constant أو 0 رح نشوف عندي بنسبة النقطة هذه اللي هي ملاسقة للجدار v حقتها ما في v ليش لأن ذرة الميا هنا ملاسقة للجدار يعني v في النقطة هذه تساوي 0 فجدنا فرض أن v تساوي constant فهذا يعني لأن v خلال هذا كله تساوي 0 أو الاحتمال الثالي اللي هو v تساوي 0 فكل الاحتمال رح يوصلوني إلى أن v تساوي 0 فإذا هنا نقدر نقول إيش نقدر نقول أن المائع فقط في عنده only direction على u و direction هذه depends only of why طيب ليش نشوف في هذا الكل لأن عندي Navier Stokes Question رح نختزل ها إلى جزء بسيط من المعادلات اللي أرضت من من المحاضرة قبل الأخيرة طيب هنا بالنسبة للمعادلة قلنا n function of y v تساوي 0 and w يساوي 0 فكل ما نلقى v سنساوي له يساوي 0 طيب لو تسمحوا يعني السلايد هذا رح نمسك ونستعمل بعدين فقط لو تقدروا أن تضيفوا كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا شباب نكون خلصت المحاضرة هذه وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل ما بدأناه في هذه المحاضرة والمحاضرة في قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نكون خلص سباب ما بدأناه في المحاضرة اللي قبل واللي قبل فقط إن شاء الله الحصة القادمة نكمل ما بدأته بالنسبة أود تذكيركم بأننا الحين نسوي الخطوات بالنسبة ل ونحاول نستخرج قيمة ال-U وال-V وال-W السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة